السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ على بركة الله تصحيح تلاوة سورة الأعراف الوجه 155 بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما آمين نبدأ على بركة الله هنبتدي الأول زي ما تعودنا كل مرة هناخد الوجه نعرف فيه المعاني من كتاب غريب القرآن وكمان هناخد الدروس المستفادة من الوجه 155 ثم ننتقل على بركة الله للملاحظات التجويدية نبتدي بمعاني القرآنية في الوجه 155 عندي الآية 38 فيها أول حاجة كلمة أختها معناها نظيرتها التي اقتدت بها أختها يعني نظيرتها كمان عندي كلمة اداركو يعني تلاحقو طيب ضعفة معناها مضاعفة ضعفة من النار يعني عذابا مضاعفة طيب ده في الآية 38 في الآية أربعين عندي فيها عندي يليجة معناها يدخل كمان عندي سمي الخياط يعني ثقب الإدرة ده في الآية أربعين في الآية 41 عندي كلمة ميهاد يعني فراش وعندي كلمة غواش يعني أغطية تغشاهم أغطية تغشاهم ده في الآية 41 ده المعاني اللي في الوجه 155 هنأخد بقى الدروس المستفادة للوجه 155 وده بالنسبة لنا المقطع الخامس طيب المقطع الخامس بدأ من فين بدأ من الآية 36 من الوجه اللي فات وهيكمل معانا كمان في الوجه 155 طيب الدروس المستفادة بقى في المقطع الخامس من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لم يترك البشر بلا هداية بل أرسل إليهم رسلا منهم يعلمونهم ويرشدونهم فمن اتقى المعاصي وابتعد عنها واتبع الرسل كان من الناجين الفائزين ومن كذب بالآيات واستكبر عنها كان من أصحاب النار دي أول استفاد استفادة التانية لا أحد أظلم ممن افترى على الله الكذب أو كذب بآياته وجحدها فسينالهم نصيبهم مما كتب الله لهم بقدر كفره وافترائه الدرس الثالث لا يعفى من تبعات الكفر والضلال أحد ابتدي بقى على بركة الله الملاحظات التجويدية للوجه 155 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال دخلوا في أمم قد خلت طيب قال أخب بالي أقول قا وهجيب المد الطبيعي والقاف في أعلى مراتب التفخيم لأنها مفتوحة وما بعدها وبعدها ألف فأعلى مرتبة فهقول قال أنتبه كمان ما ضم الشفتين الشفتين وأنا منطق حرف القاف ما أقولش كده قال قال لا أنا كده ضم شفتين قال شفتين مفتوحة رأسي فتحة مناسبة قال قال طيب أنتبه بقى هنتقل من اللام المفتوحة للدال المقلقلة الساكنة قال دخل يبقى من اللام قال لد لد وهمزة الوصف تسقط كمان لو جيت ابتديت بالكلمة هبتدي بهمزة الوصل مضمومة لأن التالت مضموم ضم أصلي فأقول أدخلوا أدخلوا طيب هنا عندي قال مد طبيعي أدخلوا مد طبيعي طبيعي وطبيعي في أمم ينقى في أمم ده مد منفصل جائز مقداره أربع أو خمس حركات وما قلتش أمم أو لا هي أو أمم يبقى أتم الضم في الهمزة ما قولهاش أو هقولها أو أمم ينقى مينقى أقصل ثاني مرفوع عند مكان يقاف عشان أجيب إخفاء بغنة مفخمة أمم ينقى ما قلتش ما قلتش أممي قى مين اللساني كده كله مستفل طيب قد خالت قد خا قد خا أنتبه لقل قلت الده قلقالها صغرى خالت خا لا مش خلط لا اللا مرققة والتا مرققة وساكنة مهموسة فأقول خالت خالت طيب مين قباليكم برضو نفس الكلام عندي النون معراه وبعدها قاف إخفاء حقيقي بغنة مفخمة زي أممي قا مين قا مين قباليكم هاتي القلقلة قلقلة صغرى قباليكم مين أدي الميم والميم إذ غام مثلني صغير الغنة أكمل ما تكون مين الجن هنا عندي إيه النون مشددة الغنة فيها أكمل ما تكون طيب مين الجن والإنس أنتبه أننا لو قفت على الجن هجيب النون والغنة بتاعتها يعني ما أقولش كده مين الجن لأ مين الجن وزود في الغنة علشان اللي بيستمع يعرف أن النون دي ليست ساكنة سكون عارض ولكنها نون مشددة طيب آآ والإنس عندي نون معروه والسين إخفاء حقيقي بغنة مرققة في النار في النار هنتقل من الفاء المكسورة والياء المادية تسقط للتقاء الساكنين مع همزة الوصل مع اللام الشمسية تدخل في النون فتبقى نون مشددة بغنة أكمل ما تكون فهنتقل من الفاء المكسورة للنون المرققة المشددة في النار مش في النار في النار في النار طيب راء وقفت عليها راء مفخمة لكن حين الوصل هتبقى راء مرققة لأنها مكسورة فهقول في النار كل ما طيب كل ما أنتبه إن اللام مشددة أدي الحرف المشدد حقه هقول كل ما بلا تنطيت بلا زيادة ولا نقصان ما قولش كده كل ما أنا كده عملت تنطيت وشعلقت لساني الفوق لا كل ما طيب بعد كده دخلت دخا دخل دخلت السمي الكلمة لأن الخا وقع بين مرققين فانتبه من عدم من تفخيم اللام ما قولش دخلت لا أو دال تبقى باد لا دخل دخلت وهاتي الهمس همس التاء أمات واللعانت طيب هاتي الغنة النوم المشددة أكمل ما تكون أم طيب وبعد كده عندي تنوين بادضام واللام يبقى ضغام كامل بغير غنة يعني هيحصل التنوين ده هيختفي خالص ويه هيدخل في اللي بعده فهتبقى اللام مشددة أم ما تول لعانت تول تول ما تنطعيش النون خالص ما تقولش كده أم ما تن لع لعنت تن لا لأ النون ما بلمسي النون خالص من التاء مضمومة للام أم ما تول 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 لعانت واجيب همس التاء الآية هنا فيها همس التاء كتير جدا أخ تاها هاتيلي بقى هنا هتضمي الهمزة كويس مش أو أو أخ تا وهاتيلي همس الخاء ورخاوة وإيه رخاوة الخاء أخ تاها طيب يبقى الهمس مع أرخاوة آآ كمان آآ عندي المادة الطبيعي أخ تاها هاتيلي ما تعتمديش على الفتحة للهاء حتى هاتي التاء مشددة ادي الحق الحرف المشدد حتى إذا وانت بتجيبي حرف التاء المشدد لا تهميس التاء التاء جافة بلا همس حتى ما تقوليش كده حتى ت لا حتى طيب وهنمد المادة المنفصل جائز أربع أو خمس حركات إذا 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 هننتقل من فين من الذال المفتوح للدال المشدد المفتوح وما بينهما يسقط للتقاء الساكنين إذا الدار را كو را مش را ما أقولش إذا الدار كو لا را لا را را كو وهاتي المادة الطبيعي طيب لو بدأت بالكلمة دي هقول إذا را كو هتجي بهمزة الوصل مكسورة تمام طيب فيها مادة طبيعي جميعا قالت هنا عندي إيه إخفاء حقيقي بغنة مفخمة قالت أخراهم عندي هم ستاء أخراهم أخراهم لا تبالغي في تفخيم الخاء لأنها مفخمة من الدرجة الرابعة ولكن هنفخم أراء فهقول أخراهم مش أخراهم را لا را أخراهم لأولاهم أنتبه أولاهم لأولاهم مش لأولاهم لا الواو هنا واو مادية فأجيبها لأولاهم طيب ربنا هؤلاء ضلونا أنتبه عندي عندي هؤلاء مد مد منفصل جائز مد منفصل حكمي جائز أربع أو خمس حركات لا مد متصل واجب أربع أو خمس حركات هعمل إيه بعد كده هحقق الهمزتين الهمزة المكسورة والهمزة المفتوح ما نعملش تسهيل وما نعملش إبدال هؤلاء إيئة إيئة أضلونا طيب أضلوا أضلوا أخذت بالك من حرف اللام ما أقولش أضلونا ل لا هي اللو أضلونا فآتيهم فآ أدي مد بدل مش فآتيهم فآتيهم تيهم وإحكمي أتمي الكسر في التاء والها عذابا ضي عذابا ضي ما ننطأش النون ما أقولش عذابا ضعفا ولا أقول ضعفا الضات مكسورة وليست مفتوحة مش مش ضعفا هي ضعفا عذابا ضي ضعفا من النار طيب قلنا هنا تنوين ثم ضاد إخفا حقيقي بغنة مفخامة وبعد كده ضعفا من إضغام كامل بغنة أكمل ما تكون هعمل إيه ضعفا من فا من ما أقولش ضعفا من لا فا من واكسر المين هجيب الغنة أكمل ما تكون أكسر المين طيب النار زي زي الفوق النون مرققة والراء مفخمة حين الوقف أما حين الوصل الراء مرققة قال لي كل ضعف ولكن قال لي لا لي أنتبه للحركات لكل ينضي لكل ينضي أنتبه هنا إيه إخفا حقيقي بغنة مفخمة ما أقولش لكل لن لا لكل ينضي ضعف ضي أنتبه لمخرج الضاد والضاد مكسورة في أقل مراتب التفخيم ولكن أخذ بالي ما تقلبش ضاء ولا تقلب دال هقول ضي مش دي مش دعف لا ضي ضعف فو فو هذا إضغام ناقص بغنة طيب ضعف ولا كل إضغام كامل بغنة بغير غنة النون معارضة ثم اللام إضغام كامل بغير غنة فهعمل إيه ولكن لا تعلمون كلا كلا خلاص كده وهمد العارض للسكون على التوسط أربعة لا تعلمون هجيب العين الفصيحة من وسط الحق وقالت أولاهم أنتبه بقى هم ستاقتاني أولاهم أنتبه الواو هنا هنا عندي مد بدل حركتين أولا هدي مد طبيعي هنا حركتين وهنا حركتين أولاهم خلاص مش هم هم لأخراهم أنتبه لرخاوة الخاء وهمس الخاء وتفخيم الراء لأخراهم تمام طيب أنتبه الميم ساكنة عليها رأس الحق بعدين الفاء أحذر إن أنا أعمل غنة بين الميم والفاء فهعمل إظهار شفوي فهقول بأخراهم فما هم فا طيب فما كان لكم فما كا هذه طبيعي طبيعي لكم علينا طبيعي من فضل طيب هنتبه بقى للكلمة دي ليه لأن الضاد ساكنة وقع بين مرققين الضاد الساكنة المفخمة وقع بين مرققين فمش فا واللام فضل مش فضل مش فضل مش فضل لا فضل طيب يبقى رقق الفاء واللام فاذوقوا هذه الطبيعي طبيعي فاذوقوا فاذوقوا العذاب هنتقل بقى هنتقل من القاف المظمومة لللام القمرية المظهرة فاذوقوا العذاب بما كنتم كنتم هنضم الكاف كويس ما قلش كنتم كو لا كو كنتم تكسيبون تكسي مش تكسيبون تكسي لا تكسي هاتش همس الكاف وانتم كسر الصين نحقق الكسر فهقول تكسيبون وهي همد العرض للسكون وشفتايا في وضع الضم لتحقيق المد طيب إن الذين كذبوا مش كذبوا كذبوا هنتبه لأن الذال مشددة كذبوا بآياتنا بآ بدل يا طبيعي نا طبيعي بقى اتنين 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 وستك بارو هنتبه لصفير الصين واس وهمسة الوسي دي تسقط وستك هنتبه لهمس الكاف وستك بارو با مش با ما قلش وستكبروا و لا واستك با واستك بارو عنها لا تفتحوا لهم لا تفت ما قلش لا تفتحوا لهم تفتحوا يبنى قلبة التشكيل خالص لحن جالي ابدا الحركات لا تفتحوا لهم تفت الت مشددة مفتوحة لا تفتحوا لهم ابا واب السماء انتبه ابا واب البا مقلقلة قلقلة صغرى البا الاولى والبا التانية تقلق القلقلة كبرى حين الوقف عليه لكن هاوصل ما يبقى فيه قلقلة ابا واب بس بس من البا المنظومة للصين المشددة السماء هنا ماد المتصل واجب اربع او خمس حركات وانتبه لعدم الجنة نجا نجا يبقى انت اسقطت حرف من القرآن حتى يلي ج يلي ج ج طيب لو انا عايز اقف عليها اقول ايه حتى يلي ج يلي ج واجب القلق كبرى فانتبه بالي من النطق حتى يلي ج الج مال في سم الخي اط طيب انتبه بقى سم مش سم س لا هي س مش سم الخي طيب سم مي واجيب الغنة المي المشد اكمل ما تكون الخي لا تبالغي في تفخيم الخالة نعم مكسورة اقل درجات التفخيم الخي واجيب الطاق قلقلة كبرى حين الوقف عليها وكذلك نجزي نجزي هناخد بالي قلقلة الجيم قلقلة صغرى ويحكم اتم الكسر في حرف ازاي نجزي نجزي المجرمين نجزي زيل زيل هنتقل من الزي المكسورة لله وما بينهما يسقط للتقاء الساكنين المجرمين المجرمين وهامل قلقلة صغرى للجيم وهمد طبعا العارض على التوسط اربعة لهم من جهنم ميهاد انتبه للغنن الميم في الميم اضغم الثاني صغير غنة اكمل ما تكون طيب من جا اخفاء حقيقي بغنة مرقاق جهنم برضو هاجيب لغنة اكمل ما تكون في النون جهنم مي مي انتبه للاظهار ميهاد وحين الوقف على الداء قلقلة كبرى ومن ثوق هم غواش ثاني ومن ثوق هم غواش طيب غا انتبه لتفخيم الغين غا مش غا مش غواش لا غا ولا غا واش او غواش غواش لا غا غواش واجيب همس الشين وتفشي الشين طيب وكذلك نجي نجي زي الظ زي الظ ازاي مكسورة ما بطلعش طرف اللسان وض مشددة مفتوحة وبطلع طرف اللسان ومفخمة نجي زي الظ 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 المين نجيب العرض للسكون على التوسط اربع والذين امنوا وعملوا امنوا وعملوا انتبه عدم اضغام الواو الاولى المادية في الواو التانية المفتوحة امنوا مد بدل وعملوا مد طبيعي وعملوا الصالحات هنتقل من اللامة المضمومة للصالحة المشددة المفتوحة الصالحات لا نكلف مش لا نكلف لا نكلي لا مشددة مكسورة لا نكلف نفسا الا نف هات اهمس الفاء نفسا الا سن ايه هنا اظهار حلقي ما فيش غنة في النص ما قولش نفسا الا لا الا وسعها انتبه مش وسعها لا الواو مضمومة وليست مكسورة وسعها وسعها طيب هضم الواو كويس وهجيب صفير الصين وسعها اولائك طيب وسعها اولائك ادي مد منفصل جاهز اربع وخمس حركات اولائك عندي الواو عليها صفر مستدير تسقط ما قولش اولائك ده مش مد بدل هنا ايه هنا الواو تسقط هنتقل من الهمزة المضمومة للام وبعد كده همد المتصل الواجب اربع وخمس حركات اولائك طيب اصحابه هنتبه لترقيق الهمزة وترقيق الحا مع الالف ما قولش اصحاب اصحاب اوحا لا اوحا اصحاب اصحاب واجيب صفير الصاد وهمس الصاد اصحاب الجنة اصحاب الجنة انتبه لام الجنة قمرية مظهرة هم فيها خالدون خا مش خالدون خا تفخيم الخا في اعلى مراتب التفخيم ونزعنا زعنا هت العين من وسط الحلق عين عميقة ما في صدورهم صدو مش صدو ضو لا دو انتبه عدم قلب الدال ضاد صدورهم ريه ريهم طيب عندي الميم وعراء ثم الميم بعد كده يبقى اضغام الثاني صغير فهقول ما في صدورهم من غيل خلاص يبقى الميم في الميم اضغام بساني صغير قلنا اكمل ما تكون غيل انتبه الغين اقل مراتب التفخيم ويقل لام ساكنة فايه اه 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 ابينها اقول من غيل طيب تجري اه هاتي قلقلة الجيم من تحتهم تحتهم خلاص انتبه لضام الميم واحكام الحركات تحتهم الانهار ما اقولش تحتهم اقول تحتهم الانهار تحتهم ته يبقى لك التشكيل الانهار الانهار كده ولا تشكيل ولا مفخم ولا مراقب انتبه من تحتهم الانهار 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 هنا اظهار حلقي ما جبش غنة طيب وقال نفس قال وقال انتبه لترقيق اللام وتفخيم القاف اعلى مراتب التفخيم طيب هنتقل بقى من اللام المضمومة وقال من اللام المضمومة للام القمرية المظهرة وما بينهما يسقط الالتقاء الساكنين وقال الحمد لله الحمد لله ما فيهش حاجة اللام لفظ الجلالة مرققة وقال الحمد لله الذي الذي هدانا ادي مادة طبيعي لهذا انتبه بس الحرف الذال اخراج حرف الذال من طرف اللسان وما كنا لنهتدي لولا مش لنهتدي لولا لا الياء مفتوحة وليست الياء مادية لنهتدي لولا دي لنهتدي لولا انهدانا انهى اظهار حلقي ما فيهش غنة بين النون واله هدانا الله نالله ما اقول شي هدانا نالله نال لا هي نا نا نالله انتبه لترقيق النون اللي قبل لام لفظ الجلالة المفخمة لقد جاءت قلقلت الدال جاءت مادة منتصل واجب اربعة وخمس حركات هم ستة جاءت روسول روسو مش رو روسو مش صو صو بقت صاد انتبه تفخيم الراء ترقيق الصين وشفتايا في الكلمة كلها في وضع الضم روسو روسو ربنا بالحق بالحق فانتبه الحق مرققة والقاف مقلقلة قلقلة كبرى بالحق فانتبه ليه قلقلة الايه القاف قلقلة كبرى وانودو انتلكم الجنة انتبه وانودو طبيعي ولو قفت عليها يبقى طبيعي التاني نودو ان مادة منتصل جاهز اربعة وخمس حركات انتلكم مش تلكم انتبه ليه الضم في الكاف والميم تلكم للحركات كمان تلكم الجنة اورستموها اورستموها انتبه اللواو المادية وطرف لساني في الثاء اورستموها بما بما كنتم تعملون والعين عيني فصيحة واجيب كنتم اخفاء حقيقي بغنة مرقق وهمد تعملون المد العارض لساكون على التوسط اربعة وبكده بفضل الله وكرم نكون خلصنا الملاحظات التجويدية للوجه 155 جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر